اشتركوا في القناة اول ان اللوحة تكون معرفة بالنظام الاحداثيات طبعا نعمله الكلام ده ازاي انا حضرك هتخش من setting ومن drone نوات هتقوله edit drone setting تمام هتلاقي ان في الكاتيجوريس ان اللوحة no rejection غير معرفة بالنظام الاحداثيات فهنعرفوها انا شغال DUTM مع WGS84 احداثيات عالمية ويقل بتاعي عبارة عن زون 36 نورس فعبدو اقوله نوات انا عايز 36 نورس وعبدو اقوله apply و اوكي طيب هعمل العملية دي ازاي ان حضرك ان هو هتروح عند و هتفتح حاجة اسمها planning and analyze بعد كده هتمفتحت قائمة planning and analyze هتخش من قائمة insert هتلاقي حاجة بتسمى بيه map import هتضغط حضرك عليها تمام هايقول لك ايه الماب import اللي انت عايزه عزوات هو بس لما بيفتح نوات بتبقى تقيلة شوية عايقول لك هوات انت دلوقتي عندك الملفات اللي ممكن تختارها هو ملفات متنوعة لحسب اللي موجود مع حضرتك فان اللي موجودة عندي برا اللي هي صيغة LKMZ كمان فعبدو انا هتقوله هوات انا عايز Google KML اللي هي KML او ملف KMZ وعبدو اقوله انا عايز الملف اللي موجود على الديسك توب دوت وعبدو اقوله اوكي طيب عايزي هنا هوات هو على طول كده تلققى عايزي تعرف عشان انت عرفت له اللوحة بنزام الاحداثيات عايقول لك انت هو شغال يوتي M84 في زون 36 نورس عبدو ايقول لك الكلام ده 100 كده بالنسبة لك عقوله تمام وعبدو اقوله اوكي عايزي يعمل عملية البروسيسنج بتاعته تمام ويحمل لك الملفات اللي موجودة قدام حضرتك كلها كده هواتو هتبدأ تنزل قدام حضرتك كده هواتو ان شاء الله في اقل من ثانية هادي كده هواتو المخطط قدام حضرتك اتمنى ان شاء الله بإذن الله الفيديو وعجب حضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته